بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه الله غاية الإكرام وأنعم عليه غاية الإنعام فأكرمه برحلة الإسراء وبمعجزة المعرج لما جاءه سيدنا جبريل ومعه البراق والبراق دابة بين البغل والحمار يضع حافره عند منتهى طرفه فجاء البراق وأخذ الحبيب الشفيع وانطلق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فلما وصل إلى المسجد الأقصى كان الأنبياء جميعا في انتظاره وقدم سيدنا رسول الله للإمامة فهو إمام الأئمة وبدر التتمة هو لبنة التمام ومسك الختام ثم انطلق إلى الرحلة العلوية إلى رحلة المعراج والتقى بالأنبياء التقى بسيدنا آدم وبسيدنا يحيا وبسيدنا عيسى وبسيدنا إدريس وبسيدنا يوسف والتقى بسيدنا هارون وبسيدنا موسى وبسيدنا إبراهيم فلما وصل إلى السماء السابعة رحب به الخليل إبراهيم وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح يا محمد أقرئ أمتك مني السلام نقول وعليك السلام يا خليل الرحمن وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والمتأمل في هذه الكلمات الأربع يجد أنها وردت في سورة الإسراء سبحان الله وقد ابتدأت السورة بالتسبيح سبحان الذي أسرى الحمد لله في آخر السورة وقول الحمد لله ولا إله إلا الله قال جل وعلا لم يتاخذ ولدا ولم يكن له شريق في الملك والله أكبر في قوله جل وعلا في آخر السورة وكبره تكبيرا نكثر من هذه الكلمات لأنها وصية الخليل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتقى حبيبنا ووصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام فتوقف جبريل فقال له الحبيب الشفيع تقدم فقال له سيدنا جبريل لكل منا مقام معلوم لو تقدمت لحترقت ولو تقدمت أنت لاخترقت مع أن جبريل خلق من نور إلا أنه لا يستطيع أن يقاوم الأنوار العلوية القدسية الإلهية ومع أن سيدنا صلى الله عليه وسلم خلق من طين إلا أن طينته عجنت بالأنوار فهيأه الله لمشاهدة الأنوار الإلهية القدسية كلمه ربه وكلم ربه وشاهد ربه وأهداه الله الصلاة ثم خففت الصلاة من خمسين إلى خمس صلوات ثم عاد حبيبنا بهذه الهدية لأمته إلى قيام الساعة إن كان النبي عرج به مرة فالله أهداه هدية معراجاً للمؤمنين في كل يوم خمس مرات لأنك عندما تصلي تستطيع أن تعرج بروحك إلى ملكوت الله العلي سبحانه وتعالى وقام بعض العلماء بمقارنة بين سيدنا رسول الله وسيدنا موسى فقالوا إن موسى وهو على الأرض في جبل الطور وهو يكلم ربه عند جبل التجلي قال له فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى أما سيدنا رسول الله فقيل له لا تخلع بحضرتنا النعالة موسى قال رب أرني أنظر إليك وحبيبنا دعاه الله للرؤيا واللقاء فلو قارنت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد فقهت معنا فموسى خر مغشياً عليه وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا صلوات ربي وسلامه وتحياته عليك يا خير خلق الله يا حبيب الله يا شفيعنا يوم نلقى الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين آمين آمين يا رب العالمين أشكركم على حسن متابعتكم وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته